اشتركوا في القناة وبرامج اخرى متفرقة ولكن في البداية هنقدم لكم نشرة الاخبار وإليكم على ويناء مدعي الجنائية يقول السودان على وشك الانهيار والخارجية الامريكية تحدث مكافعات تصل الى 5 مليون دولار لتقدم علومات عن احمد حارون اغلاق مستشفى بشاير بسبب اطلاق قوة من الدعم السريع النار داخله ومقتل اكثر من 50 مدنيا في اشتباكات بابيي تمدد محيط العمليات الحربية بين الجيش وتعام السريب الخرطوم ويتقالات ناشطين في جبلين وابارة سلطان دار مساليت يكشف عن لقائه بمحققين دوليين خلال جولة الاوروبية واتهامات بانتهاكات وعمليات اختصاب بجنوب كردوفان والان الى تفاصيل النشرة من راديو دابنغا قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان ان الاوضاع في السودان على قابا قوسين او ادنى من الانهيار مشيرا الى ان اصابع الاتهام في الجرائم التي ارتكبت في دارفور تشير الى الجيش والدعم السريع ووصف خان خلال حط امام مجلس الامن في انجام مينا التي رصادها راديو دابنغا وصف الاوضاع في السودان بالمتردية بكل المقاييس وان عدد اللاجين يتزايد بمعدلات سريعة واضافي هذا الخصوص فان الاعمال الوحشية المزعومة والتي قرت في الجنينة تشكل محورا مهما في التحقيقات التي يجريها مكتبي في اللحظة الراهنة ولي ان اؤكد للمجلس اننا بصدد جمع قدر مهم جدا من المواد ومن الادلة ومن المعلومات واكد خان ان الكثير من اللاجين يدخلون الى تشاط مصابين وينزفون وان معدلات الوفاة مرتفعة وقال ان الاوضاع ادت الى تراجع المساحات المزرعة في شرق تشاط بجانب تدفق الاسلحة من دارفور وقال خان انه استمى خلال زيارته وعسكرات ادري وفرشناء الى شهادات اللاجين عن تفاصيل معاناتهم والانتهاكات التي حدست وانهم كشفوا تفاصيل الاتحاط والقتل مع توجيه انتهاكات لفظية ايرقية يرقى لانتهاك نظام روما الاساسي ويناهي تعاليم الاسلام واوضح انه استمع الى روايات يشيب لها الولدان عن اختصاب النساء والاطفال في احد المخازن بغرب دارفور واضافي هذا الخصوص ناجن اخر او ناجية اخرى في اتري روت لي روايات يشيب لها الولدان وتقشعر لها الابدان على حكايات وروايات الاقتصاب الذي تعرضت له النساء والاطفال في احد المخازن في غربي دارفور وقال كريم خان انهم تحصلوا على ادلة جديدة في قضايا اتهام مر البشير وابدرحيم حسين واحمد هارون وقال انه سير محاكمة علي كوشيب يمثل بارقة امل ووضحات للإفلات من الايقاب وشدد انه اخفاق الاسرة الدولية في تنفيذ اوامر القبض في مواجهة المطلوبين عززت مناخ الإفلات من الايقاب مما ادى لاستمرار العنف وقال انه البرحان وعد بالتعاون مع المحكمة الجنائية مبينا انه مكتب المدعي العام قدم خمسة وثلاثين طلبا للمساعدة لم ترد عليها الحكومة السودانية وحذر من خيبة امل مواطني دارفور للمرة التانية ادرأيت وزارة الخارجية الامريكي احمد محمد هارون وزير الدولة السوداني السابق للداخلية في عهد نظام امر البشير ضمن برنامج مكافآت جرائم الحرب واكد المتحدث باسم الخارجية في بيان انه برنامج مكافآت جرائم الحرب تنوص على تقديم الادارة مكافآت تصل الى خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي لاعتقال او نقل او ادانة بعض الافراد المطلوبين بتهم جرائم حرب وابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية يذكر ان احمد هارون مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور في الفترة من 2003 الى 2004 تصاعدت وطيرة العمليات الحربية بشكل عنيف بين الجيش وقوات الدعم السري بالعاصم الخرطوم اليوم الاثنين حيث سمعت دوي انفجارات وتصاعد صعب الدخان في مناطق متفرقة بقلب العاصمة كما شهدت مناطق واسعة تمدد في العمليات بين الجانبين ووفقا للمصادر فان الجيش انتشر بشكل كسيف في شمال ومدرمان ونفذ بعض العمليات الحربية النوعية مستخدما الطائرات المسيرة التي استهدفت ارتكازات الدعم السري باحياء الثورات واحياء امدرمان القديمة وبالمقابل نفذت قوات الدعم السري بعض العمليات الحربية بمناطق شرق العاصمة مستخدمة المدفعية الثقيلة والتي استهدفت بها تمركزات الجيش بالقيادة العامة ومعسكر حطاب وفي سياق زا تشهدت منطقة سلاح المدرعات بالشجرة الخرطوم معارك بين الطرفين قررت الجهات التي تدير مستشفى بشار جنوب العاصمة الخرطوم اغلاق المستشفى الى اجل غير مسمى وقالت غرفة طواري جنوب الحزام في تعميم صحفي حصل عليه راديو دابانغا ان قرار اغلاق المستشفى الذي اتخذته الغرفة وادارة المستشفى ومنظمة طباب لا حدود جاء بعد عملية اطلاق نار داخل المستشفى من قبل مجموعة من قوات الدعم السري مساء الاحد وابان ان الاغلاق شمل الى جميع اجسام المستشفى عدى قسم الكلة بجانب الاضراب عن مزاولة العمل حتى يشعر اخر واضاف محمد عبدالله لراجو دابانغا في هذا الخصوص اليوم الصباح عقدت منظمة طباب لا حدود وادارة المستشفى وغرفة طواري جنوب الحزام اجتماع مشترك خرج بتوصية اغلاق كامل للمستشفى مع عدى قسم قسيل الكلة وذلك يعني السلسلة الاعتداءات المتكررة منسوب الدعم السريع للكوادر الطبية في مستشفى بشاير قتل 52 شخصا واصيب 64 اخرين في اجتباكات زاد طابق قابلي بمنطقة ابيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان يوم السبت وقال السلطان بلباك مجوك وال سلطان دين كنوك في ابيي لراديو دابانغا ان مجموعة متفلتة تخفط وسط نازحي قبيلة تنوير المستضافة في المنطقة وقامت بشعال النار في احدى منازل المخيم وذلك بغرض لقاء بين نازحي انوير والمجتمع المحلي في ابيي واوضح دين ان شباب المجتمع المحلي من دين كنوك والشرطة المجتمعية حرأت الى المخيم لمعرفة الحادث وتفاجأوا باطلاق النار من المجموعة المتفلتة مشيرا الى وقوع اشتباكا بين الطرفين نجمع عنه سقوط قتلى وجرحة بين الطرفين واضاف السلطان بلباك مجوك وال لراديو دابنجا في هذا الخصوص حتى انوار بتاعهم في فترة دا كانت تحجدوا في باقناة دا كانت دمني عشان يخلقوا المشكلة دا عشان كده لما النار حصل شباب حاولوا عشان يمشوا يشوف الحاصل شنو عشان يقدر يتعرف الحاصل بلغة اولي بعدين برضو في ناس البوليد المجتمعي رسلوا على أساس يمشوا يشوف الحاصل شنو مجرد ما مشه بيجا يفكوا فيهم صلقة وواصل إغلاق سوق مليد بولاة شمال دارفور يوم الاثنين لليوم الرابع على التوالي إسر اجتباكات بين القوى المشتركة لحركات الكفاحة المسلح وقوى قبلية مسلحة يوم الجمعة الماضي وأكدت مصفوفة تتبع النزوع في تقرير أن الاجتباكات التي وقعت يوم الجمعة أدت لمقتل ستة أشخاص ونزوح حوالي سبعين أسرة من مواقع شرق مدينة مليد باتجاه الغريب وأفاد التقرير بأن الاجتباك وقع بعد مشاجرة بين القوى المشتركة ومجموعة من الشباب بسوق مليد كما تسبب الاجتباك في حرق سوق المدينة قال صلاح جلال القياد في حزب الأمة إن القوى المتصارعة وعلى رأسها البرهان تهدر الوقت في التجول للتبض بين المبادرات المتعددة في وكت تشهد فيه البلاد حالة من التحلل الكامل جراء استمرار الحرب للشهر العاشر وانتقد جلال في حديث ليراجو دابنقا التقافز بين المبادرات من ممبر جدة أحياناً ثم القفز لليقات ثم العودة لمنبر جدة والذهاب لإيران ومنها للمنامة والآن الجزائر على الخط واتجاه لحياء مبادرة دول الجوار وضف هذا الخصوص القوة المتصارعة على رأسها الفريق البرهان يهدرون الوقت في التجول للتبضع بين تعدد المبادرات التقافز بين المبادرات من ممبر جدة أحياناً ثم الغفزة إلى الإيقاد ثم العودة لمنبر جدة والذهاب لإيران ومنها للمنامة والآن الجزائر على الخط ويكيه لحياء مبادرة دول الجوار أعلنت تنسيقية لجان مقاومة محلية الجبلين عن اعتقال أربع من آضائها من قبل الاستخبارات العسكرية بولاة النيل الأبيض من جهة أخرى اعتقلت قوات العامل الخاص بولاة شمال كردفان ستة ناشطين في مدينة بارا بولاة شمال كردفان يوم السبت واقتعدتهم إلى مدينة الأبيض تشهد مدينة الأبيض بولاة شمال كردفان ركوط عام في الأنشطة التجارية وتدني المعيشة بسبب الحصار المطبق على المدينة من كافة الجهات بواسطة الدعم السري إضافة إلى سيطرتها على سبع محليات من أصل ثمانية محليات بالولاية وقالت مصادر لراديو دابنقا إن قوات الدعم السري تسيطر على محليات الرهد ومروابة وبارة وغرب بارة وأمدم وسودري وجبرة الشيخ إضافة إلى تزع وحدات إدارية من أصل 13 وحدة إدارية من محلية شيكان يعيش حوالي 20 ألف نازح في مدينة الدلن بولاد جنوب كردوفان عوضاء إنسانية حرجة للغاية ومناشدة لتدخل المنظمات الإنسانية بصورة عاجلة وفاد نازح من هبيلة في الدلن راديو دابنقا إن أحداث مدينة هبيلة في مطلع يناير الجاري وقبلها في التقمى والبوك أسفرت عن نزوح آلاف المدنين إلى داخل مدينة الدلن إضافة إلى نازحي مدينة لقاو العام الماضي من جهة ثانية كشف شهود عن حدوث تصفيات عرقية واختصابات واختطاف لفتيات في حداث هبيلة والتقمى والدلن بواسطة قوات الدعم السريف في يناير من هذا العام كشف بشير الصادق مدير منظمة للزنفة الطوعية عن شح شديد في الأدوية بالقضارف خاصة الأنسلين وأدوية الكلة مما أدى لانتقال بعض مرض الفشل الكلوي لبرسودان وقال بشير الصادق لراديو دابانجا إن عدد من المرزمات الأممية قلصت كوادير العاملة بالمدينة ونقلت جزءا من مخازين إلى كسل تحسبا لأي هجوم على المدينة إسوة بما جرى في الجزيرة وأضاف هذا الخصوص أعلن حزب مؤتمر البيجة بقيادة موسى محمد أحمد استمرارهم في تدريب قواتهم في أريتريا وإرسال دفعات جديدة من الجنود ملوحا باتخاص خطوات أكثر خطورة لم يحددها في حال استمرار اعتراض الحكومة المركزية وقياداتها على الخطوة وأكد محمد نور رئيس الحزب بولاية البهر الأحمر في مؤتمر صحفي بورسودان يوم الأحد وواقفهم المساندة للجيش من أجل حماية البلاد وإنهم ليسوا معارضة وأضاف هذا الخصوص لو بدأت أن الحكومة ترفضنا لنا عندنا نرأي آخر ما في داعينا الآن يتأمل الولايات كلها يتأمل الهؤميات كلها فرزة من أخواننا الأريفلين في داعينا الزيارة بوري أن الحكومة السودانية تأملنا تساعدنا جديد نفت الحركة الشعبية لتحرير السودان تحالفها مع القواد المسلحة ضد قوات الدعم السري وقال عادل شالوكا أمين النشر والمضبوعات بالحركة إنها ترى أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السري ينتميان إلى نفس المؤسسة العسكرية للسودان القديم ونفى شالوكا في تعميم تصريحات الجنرال ياسر العطى بشأن تحالف أو اتفاق بين الجيش الشعبي لتحرير السودان الشمال والقوات المسلحة السودانية الخبر الأخير في النشرة كشف السلطان سعد بحر الدين سلطان دار مسالي عن لقائه بمحققين دوليين خلال جولة الأوروبية التي شملت روما وباريس وفرنسا وإيطاليا واطلاعهم على الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السري مطالبا بالإسراء في تشكيل حكومة في غرب دارفور وقال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة في تدوين على منصة إنه التقى بالسلطان سعد في برسودان يوم الأحد مستمعين أنا العزاء بهذا الخبر وإلى اللقاء